أكد سيادة المطران عطل حنة أن القدسة مدينة السلام لها مكانتها السامية في الديانات التوحيدية الثلاث في ظل ما تعنيه من سياسات عنصرية وصلت إلى حد الظروة وأضاف سيادته قائلا أما ما يحدث في غزة فلا يمكن أن يستوعبه عقل بشري إذ أن هناك حرب تدميرية تستهدف المدنيين جميعا بما في ذلك شريحة الأطفال الذين يتم ترويعهم بطريقة مؤلمة وأضاف نحن نرفض الحرب ومظاهر القتل والانتقام والعنف ونطالبه بتحقيق العدالة في أرض غيبت عنها العدالة ولسنين طويلة لكي ينعم شعب الأرض المقدسة بحرية وعيش كريما بسلام وطمأنينة في وطنه وفي أرضه المقدسة مطالبا سيادته بوقف الحرب وتحقيق العدالة في هذه البقعة المباركة من العالم